أعلنت وزارة الصحة أمس عن حصول مستشفى الفروانية على اعتماد المجلس العربي للاختصاصات الصحية التابعة لمجلس وزراء الصحة العرب والاعتراف به مركزا تدريبيا في اختصاص الأمراض الجلدية والتناسلية بمعدل ستة متدربين سنويا وقال مدير المستشفى الدكتور مهدي الفضلي إن حصول المستشفى على هذا الاعتراف جاء بعد خطوات تنظيمية وإجرائية أدت إلى إطلاع لجنة التقييم العربي على قسم الأمراض الجلدية والتناسلية في مستشفى الفروانية والسماح لها ببدء قبول المتدربين ابتداء من العام الدراسي المقبل وأضاف الفضلي أن الحصول على الاعتراف جاء ثمرة جهود مبدولة تضمنتها أهداف الخطة الاستراتيجية للمستشفى مبينا أن الاعتراف يدخل ضمن خطة الارتقاء بالمنظومة الصحية والعمل بروح الفريق الواحد